طبعا أكيد يعني دايما بيبقى كل أسبوع بيبقى أهم مباراتين طبعا يعني هم أكثر جمهارية الأهلي طبعا مع الإسماعيلي والزمالك مع اسموح طبعا الشبناوي طبعا وعواد وأهلي زمالك وطبعا محمد فوزي مع الإسماعيلي والهاني سليمان مع اسموح نبدأ بالأهلي والإسماعيلي تمام نبدأ بالأهلي والإسماعيلي هتلنا حالاتها جماعة الأهلي والإسماعيلي عشان الكابتن طارق يدخل في الجرد يعني في المباراة دي ما قتلوش حالات كتير إنها باين قوي إنه مركز باين قوي إنه على الأقل يطلع بمباراة بدون أخطاء دي طبعا فاول مباراة 18 ياريت واحدة واحدة بس يعني واحدة واحدة بقى عشان مش واحدة أقف يا جليل لا والراجل بيلعب إرجع سنة؟ أه والراجل بيلعب الفاول أقف أنا هنا الراجل باين قوي إنه بيرفع فلازم فاوزي يبقى قدام بس يعني ممكن يبقى يارضى كمان أو اتنين يارضى محمد فاوزي يبقى شوية كده آه طبعا يبقى لازم يبقى متقدم شوية لأن الراجل يعني مش هيحطها في جول أبدا من المسافة دي امشي امشي كمان امشي كمان كمان طبعا فاوزي راح لها واللعب بوكس بس البوكس ما جاش عالي البوكس راح لتحت يعني لازم البوكس يحلى شوي ليه الراجل حطها بدماغه في جول لو في جول جول صح كمل 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 اه بص جول لو في جول جول فلازم هنا فاوزي بلعب البوكس لازم ايدي تتعلق شوية عشان يوجه البوكس لو علي البوكس هيطلع بره 18 فبره 18 مش هتلاقي لعيبة كتير بص هتبقى صعب او حتى فاوزي يلحق يقوم ويتمركز تاني في مكان مكان جديد انما موضوع ان هو حطها لتحت كده كانت فيها خطورة دي طبعا اه انا شافة يعني طبعا هي مش صعبة اوي ولكن صعوبة بتاعتها ان كورة عمل البند وعليت اوي ففاوزي كان برضو عينو عليها امشي واحدة واحدة كده جلال لما عملت البند عليت بزيادة فاوزي برضو تعامل معها بشكل كويس اوي طبعا في الديقة ومسافة بعيدة بس طبعا ايه الصعوبة ان هي عملت بند من مسافة بعيدة مش قريب لو قريب من فاوزي ما كانتش هتعلق العلو ده فهي عملت بند تقريبا على الستة او برا الستة بس عليت بزيادة فعشان كده فاوزي برضو ايه استناها وتعامل معها وطلعها كورنر فيعني مش صعبة ولكن ايه البند كان فيها صعوبة شوي واحدة تانية ده الهدف ده الهدف اللي جابه النادي الاهلي انا عايز اتكلم في الهدف ليه بقى بص اوقف اوقف هنا يا جلال فاوزي خروج فاوزي من المرمى هو طبعا الراجل ده باين اوي انه مش هيقش في الجول مستحيل حتى لو شاط في الجول وفاوزي قافل كان ايه بقافل كويس اوي انما هنا بقى فاوزي خروجه من المرمى امشي امشي يا جلال واحدة واحدة كده امشي كمان كمان اوقف بقى اوقف 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 بصت فاوزي فين خلاص برا الجول برا المرمى تماما ما عندوش فرصة ان يلعب على كرة تانية صح الراجل هنا عمل ايه اه 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 شادي حسين نزل لتحت اتنين تلاتة يارضة هو قنبالك هو كان في ظهر الراجل كان في ظهر تاني ابدا فانا كنت عايز فاوزي اه 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 تمام اه اه فاوزي بقى في المكان ده ارجح لا ارجح سيننا كمان يا جلال كمان 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 بس انا عايز فاوزي بعد ما الراجل اه اه لم لقى ابن اسماعيلي ما يخرجش برا كده حتى لو الراجل ده هيشوط على فاوزي هو قافل كويس اوي صح انما خروجه من المرمى ما اقدرش يلعب على الكرة تانية طبعا الكرة تانية لما اتحطط امشي بقى امشي بقى كمان بصوا ظهري فاوزي فين خلاص برا الجول الجول فضي فانا هيبقى عند فرصة انا بقولش ان فاوزي لو متمركز الاولاني لما تتحط بالعرض ممكن ممكن يتلعها وممكن برضو تخش كان يعمل عليها تراي كان يبقى عنده فرصة حتى ولو نص في المية لو واحد في المية بس عنده فرصة انما خروجه برا المرمى خالص كده فضى الجول الا اذا بقى الراجل بتاع الاهلي ده عمل ايه ده سوي راح لفوزي فوزي لازم بيطلع يقابل خلاص بقى انفراد كامل انما الراجل بيين انه هيعملها بالعرض هنا هنا طبعا برضو ارجع تاني بص يا كابتن كريم لازم نتكلم الراجل ده بيجوت مبارة 18 مبارة الكوز بحوالي اربعة يارضة او ثلاثة يارضة كرة زي دي لازم فوزي يوجهها ماينفعش ابدا فوز يصدها ويرجعها تاني 18 وتتحط امشي كمل كمل بص هنا ماينفعش ابدا لازم اوجهها لازم على الجامل النهاردة لو لعب اسماعيلي ما عملش فلو ملحقهاش لعب الاله يجيب جول وهتبقى متؤولية فوزي فلازم هنا انا ماينفعش ان انا كرة تشوت من بارة 18 بمسافة بيرا ومش جامده قوي قريبة من فوزي مش صعبة فلازم هنا يبقى في توجيه بص فوزي حط ايده فيها بس رده التاني فين جوة 18 في العمق اي حد مكمل من الناد الاهلي ممكن يجيب جول بص موجهش لا لازم اوجهها فوزي لان كرة لو قريبة من فوزي